موسيقى مشاهدينا ونبدأ معاكم حلقتنا مع رابع ايام عيد الاضحى المبارك بفقرية المطبخ طبعا احنا كلنا عارفين ان مع عيد الاضحى المبارك برضو بيكون فيه الاضحية بيكون وجود اللحمة مهم وبيكون التنوية فيه الاكل كتير جدا احنا دهاردة هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقول لأي سيدة هتطبخ او هتصنف اني فيه حاجات كتيرة جدا تتعمي اي حاجة هتخرج من الاضحية اللي انت ضحيتي بيها من خلال بيتك او من قسرتك فيها جزء اكيد هيكون يا اما انت مش بتفكر تستخدميه او حترميه لكن احنا مع الشيف هودا نهاردة هنعمل كل حاجة اهلا بيك معانا شيف هودا عبدالراضي بنورانا نهاردة كل سنة وانت طيبة طيبة حاجة بتعلم سعيدة المشاهدين كل سنة وما طيبين بقى تخيغي يا رب وانسعيدة على الناس كلها عبدالنة يا رب يا رب بإذن الله يا رب دايما وكل الايام تبقى ايام خير يا رب بإذن الله اه شيف هودا نهاردة شعرنا ان احنا مفيش حاجة هنقول مش عارفين نتبخها او حنرميها كله حيستخدم وكله حيتامن كل حييتامن طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن اجزاء كتيرة فعلا فيه سيدات ما بيعرفوش ينبخوا اللي هي في العام هي كده الراس والرجلين والاشاء والمنبار والكرشة اه يعني قولي المنبار نوعا منها شوية فيه ناس بتعرف والكرشة والراس والرجلين فيه ناس بتشحك وبترميها وبترميها اللي احنا في برا او في الشارع بيقولوا عليها الحلويات احنا مش عايزين ناكلها من الشرع عايزين نتعود ناكلها احنا في بيت الحلويات لا هي الحلويات ايه الحلويات حاجات تانية اه تمام انا قصد كمان اقول حلويات من ضمن الحاجات في حلويات باترينا باترينا دي يقول لك اللي بتاع سندوشات الشارع حلويات لما اروح للجزارة عايزة حلويات يقول لي باترينا ولا بيت لا انا عايزة عايزة بيت البيت بقى بتكون ايه حتة من الكبدة حتة من بيت الكلوي يعني هما بيدبرهات بتاحت الحاجات دي يعني ده فارق بين الحلويات اللي بتتباع في الشارع والحلويات المفروض في البيت حلويات الشارع سمين كل سمين من بار على فش على حتة الدهون على الحاجات دي كلها لكن انا حاملها في البيت بياخدوا الدبرهات كلها بتاعت الكبدة وتاعت الكلوي بتاعت البيت الكلوي حاجات دي مش بيحطها اللحمة بالحاجات بين الضفل والحاجات الدبلهات دي بيبوها على أساسية تضيف عليها لحمة تضيف عليها كبدر طحال والحاجات دي ورهيبة وتشوحيم طب نبدأ من ايه؟ طب نبدأ بالراس عشان منساش حاجة طبعا نبدأ بالراس لو احنا فعلا احنا مش هنرمي الراس او موجودة عندنا دلوقت هنعمل ايه؟ هننظفها او الحاجة مية بتغلل تحط فيها كاربونات وحط الراس بعد كده بتنظفيها بالسكينة خلاص وفي كمان ساعات الجزار يقولك اسلخها يا اسلخة اه اشتلمناها نظيفة من الجزار نظيفة خلاص بتكسر وتطلع الفك بتطلع لحتيات العسنان دي بتشافيها تطلع المخ الواحده المخ بيستخدامه واحده طبعا والراس هتعمليها فتة شربة فتة والمخ هتعمليه بنابل بيدور بقسمات يعني المخ بنحطوه في مية سععة مية مغلية بتطلعه بسرعة مية غلية نحطوه في مية سععة عشان ما يفاتفتش اه عشان ما نعرف نقطعه اه ليه كزا طريقية ما هتعمليه بالبيد يا اما هتقطعيه اه ارنشاط وتعمليه بالبيد وبقسمات وتحملها سانية واحده بس شوف هو ده معانا يعني عشان احنا بنقول للناس اللي منا بتعرفش تعمل المخ اه وقت ما خلاص اه خدناه مية عادية بسلق مية عادية محطش مع بصل بصل لوري حد بهان برخط اه زي كاي بسلق لحمة مفيش مجر ياخد وقت بس على اساس ما هو اه يمسك نفسه بس يعني بيبقى طريب مية خفيفة بيطلع يتشمع بس في المية يعني ياخد غالبتين بيطلع بيتحط في مية ساعة بقول لك كده فيها مية بتالك وبعد كده مطلعوا من المية جينسي يبقى بعد الصفة تعطى الترنشاط وتحط في البيد ودقسمات وتحمل طب اه في معلومة مهمة جدا نسأل اذا غاملين صح ولا لا ان في ناس كتيرة بتحب تشيل شعيرات الدموية الموجودة في المخ قبل ما تبدأ تشتغل عليها ده مخ كبير لكن ده مخ الخروف مش مفهوش يعني بيطلع بسيطة اه احنا نتعامل على اني في ناس بتضحي بال اه 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 اضحية كبيرة او رشاق كده خفيف شفاف هو بتشال بالشعارات بتاعته تمام ايوة مش قبلها طبعا اه طبعا هيتقاطع هيتارك طبعا احنا كده نوعا ما الراس ما لهاش استخدام اكتر من فكرة انت عملتي كده بالبيد اه بناه وكانت تعمليه بالبيد تتشوحي حتى تسمنا بلدي او شوية زيب حسب الرغبة ولمهم ما هذا ده غنية تحطه علي بالبيد وملح وفلفل وخلاص بيتاكل كده اه في ناس بتعملوا زي المهري اه فيبقى زي القرس زي القرس الأمنات اه في ناس بتعملوا كده فعلا ايه بس هو البنية حالو جدا واعتقد ان كلنا ساعات بنلجأ برا ندور على فالبوتشة مخ احنا نعملها في البيت ايه واوفر طبعا وانضف يعني يسيبكم ان الاوفر كمان هي انضف دوري على النظافة الاول اكيد ايه شوفو ده الراس ايوه نشيل العين بنسلق بكله يعني بنسلقه برضو بكل جرنيا والشربة ونسلق الراس بعد ان القطع ونطلحها يا اما هتاكلها مسلوقة يا اما هتدخليها في الفرن الصينية بتحطي معاها خضار بصل فلفل طماطن جذر وشوية من الشربة دي دخليها الفرن بس عشان تتشمع في ناس يقولوك لا هناكلها مسلوقة هنحبوها مش مسلوقة فعشان بس تاخد زي طعم تتشمع في الفرن تاخد لهم بس كده طب هي الراس بس عشان انا للامانة ما شفتش هي الراس فيها قطع لحم فيها بواقي قطع لحم بس مش بالدرجة اللي احنا متخيلينة بس عشان لو اول مقربت الراين الجوهرة دي احلى حتها في الراس اللي هو البيت بتاع الاي مش الراين بشيل مقلع وده البيت بتاع الجميل برضو فيه الودن فيه الصدار بتاع الخروب دي جميلة ما تشيل بتخليها تطلع لفك اللي فيه الاسنان بت بتاع الجميلة ومانية لحمة حروقة خالص وحلوة خالص كبير وحتة الرقبة لحتة اللي تبقى الاخيرة في الراس دي كلها لحمة تبقى طالعة من الرقبة لحمتها طارية لان الرقبة هي دايما اكتر حتة تتحرك في البغضة في البيئيمة فبتفجأ لحمتها طارية حتى الناس كتيرة جدا فعلا لما بتبقى محتاجة انا عم حتة يقولك اه يعزة لحمة طارية اختارها من الرقبة لان هي اكتر حتة في العجل او في الدبيحة هي اللي تتحرك كتير جمالنا اكتر حتة خشنة وتقيلة الفخدة ده وقفة ثبتة مفيش حركة زي الرقبة ايه صحيح طب والفخدة دي بما انها يعني اتقل لحمة دي في الفرمة تتحرك في السادق بس زي الرقبة طبا مش زي الرقبة احلى حاجة في الكفتة ده عشان بس تتبقوا برضو بتنفهموا في اجزاء اللحمة اللحمة اللي احنا ساعات بنروح للجزارة بدي بقى منطلب واحنا مش فاهمين اذا كان صحة ولا غلق في حتة سنة كمان السنة دي برضو تحت الرقبة حتة السنة برضو تقضيها من الرقبة دي كمان طريقة جدا اه دي اللي ممكن تتعمل البوفتيج بقى ولا لا البوفتيج بتعمل من الموزة من الموزة عشان بتقطع ما هو عرق عرق الفلتو اه ما هو عرق الفلتو بيتخذ منه البوفتيج البوفتيج لكن افرد ما لقناش عرق هل في قطع تانية في الحيوان يشوف اطرة حتة اطرة حتة في الحيوان بتبقى دهما ان ابعد من فخدة خالص يعني نطلب مثلا من الرقبة من الرقبة من الرقبة ما يبقاش فيها بوفتيج ما يبقاش فيها بوفتيج مش هديني القطع كبيرين طب الخروف بعد نرجع للخروف تانية نرجع للخروف ونرجع بعد الراس احنا كده تقريبا خلصنا الراس هناخد بعد نرجع تاني ناخد الكباب من الخروف لحتة السدر والضروع ناخد رياش يجبناها كباب مشوي او رياش ما شوية لو احنا مش شاقة ممكن من الرقبة ناخد برضو نشوي ممكن من بيت الكلاوي بيت الكلاوي الحتى الشوي فيه جميل وفيه ناس يقولون اللي ليستيووا معنا لأ خلاص ادي لواسات تشويحا على النار قبل ما تشوي وهلا الرياش ليش شاية مال ليليا عشان ما يجل شربة ومسلوق وبعد يجل طلقيه احطيه وتببيلت المشوي كلها بصل ولنون وفلفل والحاجات دي كلها. وبعد كاق شوي على الفحم. هو استوى وهياخد ريحة الفحم من كانك انت يسوي اشي. من الالف ديه عامل على الفحم. كان انك عاملها من اه. لان هو خلاص. طب احنا نزلنا من الراس كده عندنا الصدر الريش قلنا وناخد من كل الحذة دي الكباب. الكباب. طب احنا عندنا اجزاء تانية كتيرة جدا المحتويات والالف والفشة والزور. من اول الزور والفشة والقلب والطحال والكلاوي. كل ده بنقطها دي بقى حلويات الماضة. هي دي حلويات الماضة. مش حلويات الباترين اللي بقى اللي بيغش هنا. بقى منها لك بصر بس ندوش كده وفيه كان بصلها وكام حتى الديك. سيمين ونقعد كده. احنا بننجيل مسلا انا عندي الحاجات بتاعت الخروط دي. اول حاجة هبدأ بيا حطها عالنار. انا باخد حتة من بيت الكلوي قطحها حتة صغيرة كده. ام. الهد براها بتاعت اللحمة اللي مش هتنفعت السلق. ام. بيطلع منها حاجات رفاية كده. نقطحها ونرميها عالنار. معها هتة الدهنة ونرميها عالنار. تسيبه كل جد كده عالنار. خلاص? حتة ملية برضه. حطيها عالنار. نزمت كل الميا بتاعتها خلاص? بنجيب ايه ده بحط القلب والكلاوي عشان هم منشفين عن الكبنة. اه. بنشواحهم معها. خلاص? بنجيب الطحال. الطحال بنجيوه سلق عالنار واحد عشان نتشمع. لان انا انا او فتحت الطحال الدم. الطحال عبارة عن دمي بنجيقه اه اه. فانا او فتحته كده مش هلا يحوية فيه. فانا خليه تجمد عالنار. بعد كده قطعه وارميه برضه مع القلب والكلاوي. تمام. بس في الاخر خالص. بس هو بعد ما تسلق طبعا عشان يبقى كده تمام. خلاص في الاخر خالص كده خلاص كل حاجة استوت احط التدبيل او البهرات. هرمي الكبدة بقى. اخر حاجة كده لانها بتاخد شو وقت. بتدبيلتنا في كل الحاجات دي يتوم زي ما بنعمل الكبدة? لا هو كزا طريقة يعني انا عملت ده. انا عملت ده وخلاص مش عايز اضيف حاجة. عايزيف انا بعمل كبدة بس كبدة اسكندران. اه تمام. اه بشوح التومة بحطه تومة وبعد كده اقول انه بتاخد ريحة بس اروح حتى الكبدة مساقطة الكبدة عليه. ام. اشوح الكبدة بعد كده خلاص خدت لون اروح فرما يعني كيلو الكبدة حطوله كيلو فلفل مفروم. مفرومه برضو احطه عليه. خلاص? الكيلو? اه. ماشي فرماة? اه اه تمام. بس كسير اوي? لا. تمام. تمام. اه. اه. احطيها عليه. خلاص. في الاخر خلاص خلاص استوى بتكوني منجاهزة بقى. اه بقولا فيها توم. فيها خلب. فيها لمون. فيها كمون. فيها فلفل فيها كزبرة فيها شطة فيها ملح. اه. تاني. توم. توم. كمون. كزبرة. فلفل. ملح. شطة. اه لمون. خلب. خلاص? بتحطيها عليه في الاخر. واحنا نستطيع. خلاص اللي بيه مع بعض ياخد. بتلا ما فيش شيء. يعني بتان كده هو في عليا. هتبقى الكيبدا سكن دقل بالسوس بتاعها. يعني تقل للسوس وممكن كمان متاكلش الكيبدا. السوس احنا من كيبدا. احنا من كيبدا صحيح صح. جميل. اه شيف هودا احنا احنا. احنا في الاوض. بحمرها قبل نحط الكيبدا ونص الاخير. بحطه في الاحر. اكيد. طب احنا مشاهدينا لسه نستكمل مع الشيف هودا ولكن اسمحونا ان احنا نطلع بايئة زان الدور ونرجع عليكم مرة اخرى. مشاهدينا ونستكمل مع شيف هو ده طبعا كم الأكلات الحلوة اللي ممكن نعملها في المنبخ احنا لسا ورانا موويل كتيرة جدا عنا استعين بصور برضو عشان مشاهدين المجربوش الأطباق دي بقوا فاكرين أو شفوها أو عرفوها يبقوا عرفينها شيف هو ده احنا وصلنا تقريبا كده لأكد عملنا الكلوة والقلب والكدة وكل الحاجات زي فضل الكرشة بقى بداية من المعدة الغاية تحت ده كله كرشة منبار في منبار رفايع ومنبار غليز الغليز ده بتعمل للمنبار الرفايع ده لأ احنا بنغسله كويس بنفتحه بنقص بالشقه بنغسله بالخل والملح بنقطعه في ناس الكرشة بتنظف إزاي بنجيب ميا بكربونات وتغلي بنسقط فيها كبار بنغسله كويس طبعا بنسقط فيها كرشة نطلحه بنسكينها بحكها خلاصية نطفل كده بنقطعها بعد من قطعها بقى بنديها سلقة بنجيب للمنبار الطويل ده الرفايع في ناس ايه كان زمان يعملوا اللفاليف كل بلد دوليها مسامة بساعة تجيب حتة حتة من المصران ده الرفايع وديب حتة من الكرشة بتلف عليها المصران وتربطين ده ده ايه ده زي ايه ده الكرشة ونحط عليها المصران وديب المصران كده وتربطين ده حاجة كده زي استخدام الطر بالكفتة ونحط عليها المنزيل بس ده كرشة دي زي كده? زي الصورة اللي معنا كده? اه لا ده طاجن عكاوي ده. ده عكاوي. طب بس حيبقى كده? اه. يعني ممكن نعمله دمعة كده ولا تبقى زي المطبخ? زي المطبخ. زي طبيخ. اه زي الطبيخ عادي. اه اه مش تواضن يعني. وفيه برضو تقطعيها كده بس وتقطعي برضو الناسران ده رفيع. وزي وزي. خلاص سلاتيه ونضبطيه وخلاص بنسلق نكب المياه. تمام. بنجيب بصل كتير بنشوحه في شوية عزاب ونحطه على الكرش. خلاص بعد نتنضغط وتقطعته يا المساوي مفايا. تمام. نتشوحي بتهم وبصل شوحين وقتنا ايه البصل خلاص حتحمر. اه. حط عليها الطماطم سيبها تستبك وتستوي. فيه بيحطوا عليها الحمص. تكون هناك حمص اللي هو المجروش. اه. مش الصحيح مش البليلة المموص بتاعتنا. اه. بنجيب العيينه وننقعه وبعد كده بنحطه على الشربة على الفلشة. عشان يتأقلها يعني? يتأقلها وبيعزز السماكة والطعم. طب احنا لو بدأنا بس. ممكن على كده يعني. اه. حد مش متاح ده خلاص. ما نوقفش البليل يعني. لا ما هنأكل. اه كله هجاكل ما احنا قلنا بشوك. طب لو بدأنا بالصور وانتي زي ما قلت لنا كده شيف هو ده كانت اول صورة معانا طاج العكاوي يعني ما نمشيش بالتسلسل خلينا نروح مع الصور. العكاوي هي ديل العادي. ديل العادي. اه. معانا ديل. ومعانا نضيف وكل حاجة. متقطع. متقطع وجاهزة. هتأسلقه زي اللحمة بالضبط. اه. انا سلقته. خلاص سلقت رتربع سوا. اه. طلعته من الشربة بشوح البصل. العكاوي بحب يحط معانا البصل الجوير من رفيع. اه. يعني البصل الصغير كله ما يبقاش ولا متقطع ولا جميل. لا 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 بقشره واشوحه في معلاء السمنة وروح شايلاء. او زيت شايلاء. اه. في مطرح ما حمرت البصل. بحط بصل المفرومة وتون. بشوحها وروح حط عليها الكوارع. تمام. العكاوي. العكاوي. العكاوي تلات تربع سوا. بشوحها مع البصل. وروح حط عليها بعدين كما تشوحت والبصل اتحمرت. اه. بحط عليها الطماطق. السلسل الطماطق المضروبة. واحط البصل اللي هو بحمره في السمنة ليه او في الزيت. عشان لما ايه. ما يبقاش زيك انه. ما يفكش. اه. ما يبقاش زيك انه مسلوفة يتفكر. بالضبط كده. بالضبط كده. ليه التحميل بيخليه لشخصية كده. ويمسك نفس. بالضبط كده. وندخل بالطرجن على. على الفرن. على الفرن. وتأكل احلى طايلة من العكاوي. جميل. اه. يعني فيه ناس بيحطوا مع العكاوي بطاطس يتمشي. اي خضارة. بطاطس تمشي. كوسة تمشي. بامية برانية. تمشي. مم. البصل يومي ممكن انا حطه مع اللحمة الراس. ممكن احطه مع العكاوي. ممكن احطه مع اللحمة العادية. طبع. ده ايه حاجة. انت بتغيري الصنف اللي حتفتيت. طبع. اه. ده معانا ايه كمان الطوع التاني هو احنا. ده لحمة رأس بالخضار. ده لحمة رأس بالخضار. يعني انا عملت برضو لحمة الرأس آآ رأس عجل بقى. خلاص خلصنا رأس الخروف احنا. اه لان رأس الخروف مش هنجيب اللحمة اللي احنا ممكن نعمل بها طاجة. عملنا رأس العجل خلاص بنسلقها برضو تلاتة ربع سلقة. بنعمل نفس طريقة العكاوي بقى بالضبط. البصل. نحط بقى الخضار من شكل. نحط مع بعض ندخلها في طاجة. ده كله فحلة طبعا. مرحلينه في الطاجة وندخله الفرن. بيتشمع بقى وياخد الشكل الحلو ده. جميل جميل. دي ايه دي. ده مش هو ده. دي عكوارع. كوارع اه. دي كوارع. نروح للكوارع بقى. خلي الصورة دي هشان هتاخد معانا واقت شوال. الكوارع. الكوارع احنا عندنا يعني اكتر من طريق. اه. الطاجن. اه فاتت الكوارع. في مسلوقة تكلية مسلوقة بس. اه. في تكلية طاجن كده. وفي فاتت او في تعمل بها يعني سلقتيها وفصصيها. وقطعها حتة الصغيرة صغيرة بتعمل بها ورق عينب. ورق عينب. احنا محنا لسه كنا هنسأل بها على طاجن ورق العينب. جميل. طيب. احنا احنا مفروض الكوارع برضو اثناء الدبح هنطلب من الجزار ان هو هنضفها لنا. اه. ويقطعها. على فكرة كوارع الخروف كمان الجن بتتاكل. بس بتتاكل مسلوقة بس. زي الرأس بتاعت الخروب الزب. اه. يعني احنا لو بنتكلم في كوارع الخروف احنا بناكلها مسلوقة بس. ما بنقدرش نعمل بيها حاجة تانية. حتى ما ينفعش ان احنا نطلعها كده زي ما انتش قلتلي نساير ونعمل بيها ورق العينب? لا ما هو ما بيهاش حاجة يعني مع حاجات بسيطة. اه ما حاجات البسيطة يعني. بس بتدي طعمة كده يعني زي بكم. طبعا بتتعزز الطعم. اه بتعزز الطعم الجيد للكوارع نجد شخصي. شخصي. طب. قالي مركزها كده. طب بما ان الصورة لسه معنا بقى خلينا نتكلم على طاجن الكوارع. اه اه اللي فيه بنات كتيرة جدا صغيرين. ما يعرفوش حاجة. مبار. ما يعرفوش حاجة عن طب الكوارع كويس. وبعدين احنا بنجيبها مجزارة طبيقية مخصولة متنظفة. بس انا زيادة طنقان ونظافة بقى غازية الشوكة كده. ورح موليها شعورة بتياز. ولف الحتة على النار عشان لو في اي حاجة شعراها يتيها كده. اه حاجة مش نظيفة بتاكلها النار. اه. للمتبقنان قبل مسلوقها احطاها على النار. وبعدين اللاسعة دي اللي بتاخدها لحتة الكوارع بتديها طعم جميل في الشربة. كمان. اه بتاعي زي الطعم. الشعواطة دي بالشعواطة دي بتبقى حاجة. الدناية الشعواطة دي نبدأ نسلوقها? بنسلوقها مية بتحطي البوكيجا بنية جزر كرافسة بصل طماطم. اه بهرات لوري فلفل كل حاجة. حطناها والسلعة تعالي خدتوا اعتها. تمام. شنناها من الشربة بنحمر شوية التوم. توم كتير مش شوية يعني. اه. ونطفيه بالخالي. بعد فنعم بالخالي بنحط الطماطم بنسبك. تمام. يعني معنى كده ان الدمعة بتاع الطاجن الكوارع مش بالبصل. لأ. مش تسبيك البصل تسبيك الطوب. احنا رحط البصل بس في الشربة. تمام. اه بنسبك التسبيك هديما نحطه مصر على الشربة. اه. ونص التاني بنركنه. خلاص بنجيب طاجن او صنية بس هو بتاعي فضل طاجن. طواجن بنفرش اللي بيعمل بفرشة راحطة في الطاجن. تمام. ونحطه بعدها. شوية شربة عشان هو ده الخضار اللي عايز يستوي. عايز ايه شربة? هيستويه مروح شربة لأ. بنجيب شوية شربة ونحطها علي. ونروح رصينا عليها الكوارد. رصينا كوارد على الفرشة دي. ونحط شوية شربة تاني. الخلط اللي بقيت الصلصة بالتوم بنحطوها شوية شربة. بنخففها. وروح حطيناها مرطين بقيت طاجن. بتطلع بالشكل. بتطلع بالشكل الجميل. ده خليقة الفرن بقية. هي هي دايبة مستوية. بس عشان تاخد اللون ده والخضار اللي تحتها يستوي. ويتكرمل ويبقى جميل لما تاكله. بتشيل منه عن الفتة بقى. اه. الباقية حنستخدمه للفتة مش كده? اللي هي بقي صلصة الطماطم بالتوم. ممكن نعمل مع طاجن الفتة. اه بتحط منه على الكوارد وتشيل منه عن الفتة. لما تفت تحط على الوش. السلصة بالتوم دي. جميلة. ولما تيجي بناكل احنا طاين خلاص استوي. بتشيل الكوارد. الفرشة اللي احنا عاملينها دي. الواحدة هكفاية. اكيد. ممكن مع شوية رز. اه جميلة. ده كل الدسم فيها. جميلة. كل الباريز في الخضار ده. جميل. طب احنا هنروح لصورة تانية. اه دي اي ده? ده لحمة راس بالخضار. اه انا عملاها مسوية لحمة الراس بالخضار. ودخلتها الفرن وخدته الشماعة. عملت لها الفطيرة دي. وغطيت الطاجن ودهنته بالسنسو بتاع ده. ممكن ده اناكل بيه. لأيش ده اشيله. طب الطريقة دي من تشوفها فعلا في كتير من المطاعم يمشي فيه ده. اه. فخلينا نقول ان اللي جوه الطاجن تمام عرفنا نسويه ازاي. اه. العجينة. نعملها دي. اه دي. لا بالماء دي. ما انت حسب الطاجن. انا حطيت مسلا. هنقول الطاجن الوسط. اللي هو مسلا ثمانية عشرين تلاتين. حطيت كبايتين دي. كبايتين دي. وهحط لها مسلا اه نصف كباية مية على الحزب التانية. كان بعملت فطيرة عادة. شوية وملح بسيط كده عشان ما يتملعش. وحطت بتاع ده بكمبودر يا ده ربع معلات بكمبودر. حاجة بسيطة. عشان تبقى خفيفة اه. اه. ما تبقاش تبقى بوسة تبقى العجينة مريحة. وتريحيها محية وتنشبهاش عالطول. عشان كل ما تنشبهها لما تتريحيها تفرد. لو انا شبتها عالطول هتموت. هتلجع. اه. احطها عالطاجين ترجع لي كانت لمة. هتحيرني. اه. هنالأ هسيبها ترتاح شوية. وبعد كده غطيها ارميها عالطاجين كده. اه. وادهنها. وادهنها ببادة بيضة وحطها السمسم وحبة البركة ودخلها جميل. معلش هنقول بس الطريقة تاني هو بس عشان موضوع دهار جميل جدا والناس كتيرة جدا بنشوفها في النطاع. على الفكرة مش اللحمة الراس ممكن كواب. اي طاجن بقى. طاجن اللحمة حتى. فارقة حشيتها كور كفتة اللحمة وحطيتها وص الطاجن طاجن حواليها خضار برضو. وخدت الوش وتغطيتها برضو بالشكل ده. يعني كنت كان من فاجأة للاكالة فتح لأي الفارقة. احنا معنا كبايتين دقيقة بس ده للوش اللي احنا شايفينه. كبايتين دي اه تقريبا بداية مص كبايت مية لحد ما العجين هتلم اه زرية ملح وربعة بكباودة. ونسيبها ترتاح ونبدأ بقى نفردها. ايه. ونحطها على الطوجن وندهنها بيض بيت. اهمها هي ترتاح. بيضة ده ده وحط حلوش بتاع ده سمسم وحبة البركة. تعايز. والمش يحب محبة البركة بلا اش يعني هاتي مش عايد تاكل برضو. طب احنا عايزين نضيف بس المشاهدين بتوعنا كمان اطباق تانية شيفو ده فاسمحلنا ان احنا نشوف معاك كمان كبسة اللحمة لان دي من ضمن اطباق. اه المهمة اللي الناس بتحبها جدا. هنشوف كبسة اللحمة ونرجع لشيفو ده. اشتركوا في القناة 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 خلاص بروح اجيب كمان كباية مية انتلية وحط فيها عصير لمون وحط فيها خل وحط فيها الملحة بتاعها والكمون والكوزبرة وارخوا ديفهم على الصلاة دي اللي بتخلي الطماطم تنزل مية وبسا لنزل المية وفاكرة المية الساعة اللي بتخليها كمان ما يتبلوش بسرعة ما يتبلش وتحافظ عليها ما يبصش ما يتبلش ونلاقي المية للصلاة الحلوة اللي احنا بندورها اه امت بقى نعمل او نضيف السماء هل ينفع مع سكوه في السماء سماء وتبليه كده وتحطي الماء بعد كده تحطي الطماطم والفلفل والخيار بعد ما انا اهم حاجة للسماء تدعكي مع البسط اهم حاجة وتحطي الماء اللي انا والشيخة انا حسني كلنا كده بالستوديو ليت الخروف ليت الخروف ليت الخروف اخر اخر تحطي الخروف دي او معليش هلقولها سريعا اه اللي هي بشيلها بقى الطحة واروح اطلعها على النار بحط معها كوباية لبن بحسب الحجم يمكن احط كيلو لبن واحط كوباية زيت وبحط بحط حبهان ونسيبه على النار هذي خالص بعد كده بصفيه ويدينا سامنة بلدي انا منزبها السورة بس مش عارفة مش عارفوا فين هم بس بهم هارفتها سامنة بلدي مع كوباية لغن مع حبهان وزيت ونسيبهم يأكلوا على النار اه وتحط زبدة الزبدة والزيت بيخلي ليه اصلا لو ساحت بتجمد الزيت والزيت والسامنة بيخليها قرية ومعنا احنا سامنة فيها الطراء والترميلة بتاع السامنة البلد كميل انا بشكر في يشفه ده وكل سامنة طيبة انا اعتقد كلنا مش هنروح نتغدة خلاص احنا كده كلمة كتير قوي شكرا ليكي كل سامنة انت طيبة نورتينا النهاردة بجد ويا رب دايما بيوتنا عمرانة بالخير والصحة والسعادة مش بس بالاكل بإذن الله بإذن الله شكرا ليكي ومشاهدينا لسه معاكم على الهوا هنروح للون من الوان الفن بعد فن الطبخ لانه فن من الفنون الرائعة جدا اللي طبعا كلنا عارفين في العالم كل كل مكان وكل دولة وكل قرية لها مطبخة المخصوص هنروح لفن الكاف ودي من الفنون السعادية المعروفة القديمة مع احد الفرق الموجودة معنا وانا اوه نستمتع باسفو